اشتركوا في القناة سبعة اعوام وميليشيا الحوثي الايرانية تحكم قبضتها على قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن والذي يدر عليها ملايين الدولارات ناهيك عن استخدام هذا القطاع الهام في الابتزاز والتجسس على الشعب اليمني اضافة الى قطع هذه الخدمة والتحكم بها عن المناطق التي تريد في الوقت الذي تريد ومتى شاءت في ظل تقصير واضح من قبل وزارة الاتصالات التي لم نجد لها اي اثر يذكر لتحرير هذا القطاع الهام بحسب مراقبين هذه الحلقة سننقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو المهندس رائز الثابت سيعد في التدريس في جامعة اقليم سبا ومهندس الاتصالات مرحبا بك مهندس مرحبا سلام قبل ان نبدأ النقاش في هذه الحلقة مشاهدنا الكرام نذهب إلى هذا التقرير ثم نعود ابقوا معنا ليست المرة الاولى لكنها قد تكون الاطولة في تاريخ الانقطاعات المتكررة لشبكة الاتصالات والانترنت في عهد الحوثيين وفيما ما تزال الاسباب غير معلومة في خروج اليمن كليا من شبكة الربط الالكتروني الدولي فمن المرجح ضلوع الحوثيين في عسكرة ابراج الاتصالات وتحويلها الى اهداف مشروعة وشهد اليمن اكثر حالات الانقطاع الجزئي وقصيرة ومتوسط الامد لشبكة الاتصالات والانترنت بفعل متعمد ومباشر من قبل الميليشية التي تسيطر كليا على هذا القطاع الحيوي المهم كما اخترقت الميليشيات كافة النظم الاتصالاتية بما يخدم امنها السبيراني وقبضتها البوليسية المجددة على حريات وخصوصيات المشتركين في خدمة الانترنت والاتصالات وكانت تقارير دولية وتحقيقات استقصائية صحفية كشفت في فترات سابقة عن شبكة تجسس حوثية محترفة بادارة خبراء لوجستيين من الحرس الثوري الايراني في التنصة على مكالمات ورسائل المواطنين وانتهاك حرية التواصل الاجتماعي بين الافراد والمؤسسات وداخل السجون الحوثية يقبع الالوف من المدنيين الذين زجت بهم الميليشيات في غياهب المعتقلات السرية والمعلنة بناء على الجاسوسية الالكترونية على ارقامهم الشخصية وهواتفهم الخاصة وتسود المخاوف حاليا من ان تقدم الميليشيات في ظل انقطاع اليمن الكترونيا عن العالم وعزله عن محيطه الدولي على تسعيد جرائم الحرب والانتهاكات ضد الانسانية بحق المدنيين بعيدا عن مرأة ومسمع العالم واذا هذه التخوفات يطالب اليمنيون بتحرير شبكة الاتصالات والانترنت من سيطرة الحوثيين نظرا لما يترتب على هذه السيطرة من مخاطرة مسسيادة البلد وحياة الناس وتضاعف من الاثراء اللامشروع للحوثيين في بلد تنهشه نياب الجوع والمخافة وظلمات الحياة البدائية في أزمنة القرون الوسطى شكرا لزملاء الذين يعدوا هذا التقرير نبدأ معك المهندس رائدة ثابتين نرحبك مجددا بداية لو تحدثنا عن البنية التحتية للاتصالات والانترنت في اليمن بسم الله الرحمن الرحيم أولا أشكركم في قناة سهيل على تحت هذه الفرصة مجددا والشكر أيضا الموصول لإخوة المشاهدين الكرام حقيقة أنه الاتصالات وبنيتها في اليمن هو حديث دوشجون نحن لو نعود بالذاكرة إلى عشرين سنة تقريبا كانت اليمن هي الدولة الأولى في المنطقة بالنسبة للاتصالات والبنية التحتية للاتصالات أما لو تكلمنا اليوم عن بنية الاتصالات حتى نكون دقيق ومنصفين هناك بنيهم نستطيع أن نقولنا أنها في الحد الأدنى ما يسمى بالباكبون أو نسميها الهيكل العظمي للاتصالات هنا في اليمن تمديدات المؤسسة العامة للاتصالات تقريبا الكابلات الضوئية وصلت إلى كل محافظات الجمهورية طبعا لدينا إشكالية كبيرة في قضية الربط بالعالم نحن الآن لدينا لينك واحد فقط له يربط عن طريق ميناء الحديده بالكابل البحري اللي هو كابل فالكون لدينا عدة شعيرات نسميها كمان أيضاً أكور لإرسال البيانات واستقبالها وما حصل في الحديده قبل أيام هو ناتج عن البنية التحتية الضعيفة بالنسبة للربط الدولي لأنه كان في السابق الاتصالات كانت مرتبطة بالأقمار الصناعية بعد تطور وانتشار اللي ما نسميه بالصاب مارينسي اللي هي الكابلات البحرية المفترض اليمن أن تربط على الحد الأدنى أن تربط بثلاثة كابلات بحرية نحن كما أسلفت لك لدينا لينك واحد فقط مربوط من طريق ميناء الحديده وبالتالي إذا ما حصلت أي إشكالية في هذا اللينك فإن الإنترنت ينقطع تماماً على الجمهورية اليمنية مع أنه معروف أنه الكابلات البحرية حينما تقطع على دولهم معينة يعني اللينك معين مثلاً يصبح هناك بط لكن لا ينقطع الإنترنت بصورة كلية كما هو الحص في اليمن لأن لدينا لينك واحد فقط أضف إلى ذلك أن مسألة الاحتكار لإتصالات يعني هي مسألة يحرمها القانون وأيضاً يحرمها احتكرت في شركة معينة أو مؤسسة معينة لتاليمن وتحديداً لبوابه اليمنية اللي هي يمن نت وكاننا نفترض أن يكون هناك يعني أو أن يفتح المجال لأكثر من قطاع وأكثر من الجهة تستمر في مجال الإنترنت خصوصاً ونحن الآن يعني على عتاب مرحلة جديدة في مسألة الإتصالات نحن الآن في ثورة الإتصالات أو شكنا أن نخلص من الثورة لثورة الإتصالات تكنيجية المعلومة ندخل في ثورة الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء ومثل هذه الثورة أيوة الآن حتى مسألة الجيل الخامسة الناس بدأوا فيها الآن في تفكير والبحوث بدأت في مسألة دخول إلى الجيل السادسة المفترض أن تصل فيه سرعة نقل بيانت إلى واحد تيرابيت في الثاني سرعات هائلة هذه السرعات ستزداد الحاجة العالمية لمسألة تبادل البيانات والمعلومات والإتصالات بحجم أكبر خلال الفترة المقبلة نحن لم نهيئ أنفسنا حتى في المستوى الأدنى أنا أكلمك عن الصالات التي نسميها السلكية أو الكبالات البحرية أنه لديناها شاشة كبيرة في التمديدات خصوصا في الربط العالمي لنأتي للربط بين المحافظات لا بأس هناك الحد الأدنى هناك المؤسسة العامة للصالات لديها باكبون أو لديها نصدع نقول بنيا تحتها لا بأس بها لأنه حتى الإتصالات يعني كافة الإتصالات الموجودة فاليما فيها الشباكات شباكات الإتصالات الجي اس ام والسي دي ما الشباكات الأرضية هي معتمدة في الأساس على تمديدات المؤسسة العامة للصلاة التي تربط المحافظات لكن الإشكالية الأكبر عندنا الآن أنه لدينا لنك وحيد نرتبطه في العالم وهذه مشكلة كبيرة كان المفترض أن يكون لدينا أكثر من لنك لأنه لدينا المقومات لو نتكلم الآن عن الكيبلات البحرية التي تمر من المياه الإقليمية اليمنية من البحر الأحمر ومن بحر العرب الآن لدينا ما يقارب 18 كيبل بحري عالمي نحن مرتبطين فقط بكيبل بحري وحيد اللي هو كيبل فلكون وهذه مشكلة أضف إلى ذلك يا أستاذ العزيز في مسألة الدياتا أنه كان لقبل ثلاث سنوات لدينا اللي هو السعاد نسمي المطاق العرض أو الباندوث لدينا 30 جيجا تمد الجمهورية اليمنية كلها وهذا يعتبر فنيا يعني حجم قليل جدا حجم قليل جدا المنشيات تقول أنها رفعت سنة قبل الماضية إلى 130 وإيضا ما زال قليل يعني الحد المفروض تغطي الجمهورية اليمنية 500 جيجا بايت من الباندوث وبالتالي ما زال هناك شح في مسألة الحصول على سعات للبيانات وفي نفس الوقت ما زال هناك إشكالية كبيرة في مسألة الربط بالكبلات البحرية الموجودة في البحر الأحمر وبحر العرب باش مهندس لكن هناك بعض الصحفيين ويعني المتابعين لهذا قطع الاتصالات والمواصلات يتحدثون بأن هناك أيضا مدخل عبر المهرة وعبر عدن إلى جانب الحديدة دعني أوضح لك بصورة فنية هو المدخل يوجد مدخل لكن المدخل ليس مدخل دولي وإن مدخل التحكم اللي هي البيانات التي يتم التحكم فيها عن صنعة يعني الكبل البحري اللي هو كبل فالكون المربوطة به الجمهورية اليمنية حينما يمدنا مثلا بالإنترنت ويعطيك مجموعة من الشعيرات شعيرات الإرسال البيانات وشعيرات الاستقبال البيانات فالشعيرات التي تربط عدن وتربط أيضا المهرة هي عبارة عن شعيرات مرتبطة بالخوادم الموجودة في صنعة اللي هي القتولة الأساسية يعني تأتي من صنعاء وتعود مرة أخرى إلى عدن إلى الحديدة ومنها إلى عدن مرة أخرى والأرتباط الدولي الشعيرات القدمة من هذا الكبل اللي تربطنا بالعالم هي في الأساس تصل إلى البوابه اليمنيه في صنعاء من البوابه اليمنيه هناك شعيرات أخرى تنقل البيانات إلى المحافظات ومنها تعود مرة أخرى إلى هذا الكبل لأن الكبل هو عبارة عن مجموعة من الشعيرات حين تصل الشعيرات إلى 180 شعيرات كل دولة لها شعيرات مخصة في داخل هذا الكبل الكبلات التي تنزل من صنعات ثم تذهب إلى الحديدة ثم تذهب إلى عدن ثم إلى المهرة هي كبلات يتم التحكم أو نستطيع أن يقولها شعيرات بمعنى أدق هي شعيرات التي يتم التحكم فيها من صنعاء من البيانات التي تأتي من الكبل العالمي وبالتالي عملية الربط في عدن أو عملية الربط في المهرة هو الربط التحكم يتم التحكم فيه من صنعاء وبالتالي البيانات يتعود أو تنزل من صنعات تذهب إلى عدن ثم المرة ثم تأتي عن طريق حضرموت ثم تصل على زمين مثلا عندنا إلى هنا في مارو سواء كانت بيانات أو كانت حتى اتصالات وذاك تلاحظ أن الانترنت انقطع بينما الصنعات لم تنقطع بالنسبة للشبكات لأن هناك ما زالت التمديد الداخلي أو الشعيرات المربوطة بهالاتصالات أو المتحكمات في سرفرات الشركات في صنعات تعمل بصورة جيدة بينما الانترنت لا يوجد انترنت لنو حتى الساعات التي تمنح لهذه الشركات تمنح عن طريق البوابة اليمنيه اللي هي يمنت نعم بش مهندس هيئة مراكبة الانترنت نت بلوكس قالت أن الانقطاع كان في الساعة الواحدة يعني صباح الجمعة وفجر الجمعة بينما كانت الضربة الجوية على الحديدة تقريبا في الساعة العاشرة والنصف ماذا يعني ذلك؟ هو يعني أنا أشوف أنه هناك احتمالين الاحتمال الأول أنه لما أسود في المبنى المبنى وطبعا خاصة أجهزة التصالات وفيها أجهزين نحتاج نسميها اللي هي اسمها الامبلفاير اللي هي مضخمات الإشارات تحتاج إلى تبريد وإلى طائق كهربائية وبالتالي قد تكون يعني الوصول إلى هذه الأجهزة بعد الضربة يعني من خلال انقطاع الكهرباء وهناك يعني حريق حصل في المبنى أدى إلى إطلاف هذه الأجهزة هذا يعني احتمال وأنا أرجحها والاحتمال الآخر أنه ميليشيات الحوثي يعني استغلت الضربة لقطع الانترنت على الجمهورية الليمانية مع أنه احتمال كبير أيضا لتأليب الرأي العام لتأليب الرأي العام لأنه عندك الآن حوالي يعني 20 مليون أو 22 مليون مشتركة لأن الانترنت من قطع تماما وبالتالي قد تكون هذه أداة من الأدوات مع الأسف الشيطة الرخيصة لاستخدم الميليشيات لإثارة الناس على التحالف وعلى الحكومة الشرعية وألا يعد يعني برأيك هذا مضيا على عهد الإمامة الإمامة البيضة كانت يعني تتخذ هذا الأسلوب عزل اليمن عن محيطه العربي والإقليمي وحتى أن اليمن أصبح متأخرا لقرون مقارنة بدول الجوار حتى يعني نتيجة العزة التي كانت عليك يعني أيام الإمامة والله هذا الاحتمال وارد جدا بس لا ننسى أيضا أن هذه الميليشيات يعني عسكرة هذه الصلاة فهناك موردها إلا نتكلم اليوم عن خسائر ثلاثة في الحد الأدنى إلى ثلاثة مليار ريال تأخذها الميليشيات يوميا يعني هل ستضحي بها؟ يعني هذا مع أن الأمر وارد لكن أضف إلى ذلك الجانب المعلوماتي والاستخبار التي تشمع هذه الميليشيات عن خصومها مع أنه الاحتمال وارد الميليشيات هي تريد تجهيل الناس وإذن تريد قطع اليمنين عن الخارج حتى لا يعرف الناس عن جرائمها شيئا فكل احتمالات واردة نعم برأيك ما أهداف الميليشيات من وراء هذا العمل في حال كان الراجح هذا الخيار يعني ما الهدف؟ ما الذي تريد الميليشيات من خلاله؟ هل فقط تأريبا رأي العام ضد التحالف وضد الشرعية؟ هذا يأتي في مقدمة الأهداف أنه هي تحاول قدر الإمكان أنها تثير رأي العام أيضا من أهدافها أنها تحاول أن تجيش كل يمنيين ضد الحكومة الشرعية وضد التحالف وطبعا هي تستغل مثل هذه الأشياء وأكثر ما يهيجي الناس خصوصا أن الناس البسطاء لما يتم استهداف منشآت مدنية بطريقة الخطأ فتحاول أن تسوق وتحاول أن تضخم مثل هذه الحوادث وتستثمرها في مسألة إثارة الناس خصوصا في الفترة الأخيرة لأنه خلال السنتين الأخيرة حشدت أكبر عدد من اليمنيين على أطراف مارب حسب اعترافهم ما يقارب 25 ألف قتيل استنزفت وهي الآن تعاني من نقص كبير في الموارد البشرية لرفض جبهتها فقد يكون هذا من الأسباب التي تريد من خلال أن تحشد الناس وتقطعهم عن أو توقف مصالحهم وبالتالي تريد أن تقلبهم على مسألة تريده مثل ما يروج له في السابق تقطع البطرول وتقول البطرول في مارب يذهبوا إلى مارب الآن ممكن تقول الإنترنت مقطع يذهبوا إلى عدن يذهبوا إلى التحالف فأنا لا أستبعد شيء أن تقوم به هذه المليشيات مع أنه أيضا إضاف إلى ذلك كما أقول لك قبل قبل قليل المورد الأساسي لها في حربها على اليمنين خلال سبع سنوات والإتصالات فممكن تستخدم هذا السلاح كسلاح تحشيد وأيضا سلاح إثارة رأي الناس إضاف إلى ذلك اللي هي مسألة تريد أن تجهل الناس وتعزونهم على العالم عما يدور بالداخل وعما يدور أيضا بالخارج نعم لأنه أصبح الناس أعتقد هو الوسيلة الوحيدة التي يعرف الناس من خلالها خاصة في مناطقهم وهناك صوت واحد ولون واحد ورأي واحد فقط يعني لم يعد إلا الإنترنت متنفس للناس أو يعرفوا من خلاله الحقائق صحيح كيف تقيم أداء وزارة الاتصالات يعني خلال السبع السنوات الماضية هل هناك عمل ملموس مثلا لاحظته لعمل على نقل على تحيير هذا القطع الهام للأسف الشديد إذا جئنا للتقييم فأنا أعطيها الصفر في المئة لا يوجد أي خدمة أو خدمة ملموسة أو أي تحرك جاد لتحرير الصلاة من يد ميديشيات الحوثي أو على الأقل إيجاد بديل موازي يستطيع من خلاله المواطنة المنطقة الشرعية أن يحصل على خدمات الإنترنت التي أصبحت من الخدمات الأساسية بل أصبحت حق من حقوق الإنسان يعني حسب المواثق الدولية الاتصال والأصبحت الحق الثالث ما كهرباء ثم ايش ثم اتصالات للأسف الشيء أنه الأداء كما قلت لك أداء هزيل لا تجد أي خطوات ملموسة في مسألة قطاع الاتصالات لأنه أقولها لكم بصراحة يعني الحوثي يعني أدار هذا القطاع بحرفية واستخدم كل وسائل ما فيها الوسائل المالية اللي من خلالها للأسف الشيء أغرام مسؤولين في الشرعية من خلال تحويل عمولات عن طريق سماسر إلى دبي ليقفوا في مسألة يعني تحرير قطاع الاتصالات من خلال التهويل أن هذا القطاع يعني لا يمكن نقله وعلى العكس من ذلك أضف إلى ذلك أنه هناك من خدمهم في مسألة يعني الوصول إلى قيادات يعني واستهدافهم من خلال الاتصالات فأداء الوزارة منذ سبع سنوات يعني أداء هزيل وأنا لا أعلم لدارها الحالي لأنها أتت على ركام هناك كانت إمكانيات بالنسبة لخصة لقطاع الاتصالات وبالنسبة لو نعود بالذاكرة إلى قبل تقريبا ثلاث سنة أو أربع سنوات وزير الاتصالات كان بسبب 90 مليون دولار الذي أخذ من ميزانية عدن لرفض ميزانية عدنة لكن للأسف الشديد أنه تم العبث بهذه الأموال ولم يجد المواطن حتى داخل عدن يعني حتى عدنة ما زالت محصورة في حارة من حارات عدن وعدد المشتركين قليل جدا إذا ما قارنته بعدد المشتركين على مستوى الجمهورية أو حتى على مستوى محافظة عدن فالأداء للأسف الشديد ما زال هزيل وأنا أقولها بكل صراحة يعني أنا دائما نحاول نتحاشى عن ذكر أسماء في مسألة من المتسبب أنا لا ألقي باللوم على الحكومة في الأخير الحكومة هي عاجزة سواء الحكومات المتوالية منذ بداية الإنقلاب أو الحكومة الحالية مربط الفرس أقولها بكل صراحة ما زال في مؤسسة الرئاسة أن يحروا الاتصالات من العابتين داخل هذه المؤسسة وبالتالي سيتحرد تلقائيا أو جد بديل مواجم من قبلة ميليشيات الحوث نعم لو نتحدث وأنت تتحدث عن ملايين يعني يتجنيها لميليشيات أو مليارات يعني منظمة نتيف لوكس هذه المنظمة الهيئة المراقبة الإنترنت عالميا تحدثت يعني أن الخسارة اليومية قرابة أربعة مليون دولار يعني في التغريدة لها يوم أمس ما صحة هذه المعلومة أو هناك المبالغ قريبة أو أكثر أو أقل برأيك رأيي shouted المعلومات الصحية لك أنها منقوصة المبالغ أنا أرى أنها أضعاف ما ما صرحت بها هذه المنظمة أكثر من أربعة مليون دولار يعني أو أكثر من أربعة مليون هذه نتكلم من أربعة مليون دولار بالنسبة لخسائر وزارة الإنصالات لكن حدثني عن الخسائر بالنسبة للمؤسسات التي توقفت أعمالها الآن على مستوى الصرافين على مستوى البنوك على مستوى المؤسسات الوزارات إلى إلى آخرها الحياة الآن شبه مشروع الحياة الإنصادية أصبحت حياة الناس وحتى مسألة استراد البضايا التواصل مع الشركات مع الجهات التسريع في عمال المؤسسات يعتمد اعتماد كله على الشبكات تتكلم عن المستوى البسيط الآن على الشبكات اللي هي شبكات ما نسميه بالميكرو تيك راوتر بورد يعني الشبكات المتوقفة تماما يعني خسائر أصحاب الناس البسطاء اللي يدخل لك في اليوم 30 ألث ريال وهي طبعا مئات الشبكات على مستوى الجمهور المتوقفة تماما الخسارة مئة في المئة الآن فالمجيس هذا هو مجيس يطبق على وزارة اللي هو وزارة الاتصالات لكن المستفيدين اللي هم المشتركين 20 مليون مشترك يعني أنا أعتقد أن الخسارة أضعاف ما أذكر في هذا التقريب بعد الآن ثلاثة أيام والإنترنت مقطوع بشكل كلي عن اليمن هل سنجد تحركنا الآن بعد هذا الانقطاع الذي حصل لأول مرة منذ سنوات تقريبا يعني أن ينقطع الانترنت على اليمن بشكل كامل يعني عادة ما كان ينقطع مثلا على محافظات مارب شبوة الجوف هذا الذي كان يحصل بشكل دائم هل سنجد تحركنا الآن جادا بعد هذا الانقطاع الكلي وعزل اليمن والله حتى أكون صريح معك أنا لا أظن أنك سيكون تحرك إلا إذا كان هناك تحرك شعبي وإعلامي من قبلكم أنتم أعلامي لأنه من خلال تجربة كثير من القضايا لا يتم تحرك إذا إلا إذا كان هناك قضية رأي عام الميليشيات أنا أعتقد أنها ستعيد الخدمة خلال الأيام القادمة لأنه كما أقول لك هذا أمور الأساسي لها يعني سواء من ناحية مالية أو من ناحية استخباراتيه وأمنية لكن يبقى السؤال الأهم والأصعب الذي نردده منذ سبع سنوات متى ستتحرك الحكومة الشرعية لتحرير أو تجريد هذه الميليشيات من هذا السلاح الفتاك في الجانب الأمني وفي الجامع المالي أو على الأقل إيجاد بديل موازي أنا في اعتقادي أنه لن يتم ذلك إلا إذا أكون صريح معك مرة أخرى إلا إذا تم تحريره من قبضة العصابات الموجودة في مأسية الرئاسة التي تحاول منذ سبع سنوات أن تستوى على هذا القطاع حتى نكون صريحي إذا ما تستطيعنا أن نخلص هذا القطاع من حاولة الذي يريد الاستحواذ عليه سنخلصه ميليشيات العديد هذه معادلة بسيطة هذه تظل اتهامات تلقى جزافا ليست اتهامات هل هناك أدلة على تورط ناس معينين مثلا بل اسم لدينا معلومات معكدة في الجانب هذا وتكلمنا كثيرا عن الجانب وهم يعرفون أنفسهم وهم ساكتين عنه ولا أدل على ذلك من شركة هذه الشركة التي ولدت خداج تم حرمان خزينة الدولة من 250 مليون دولار ضرائب وتم حرمانها أيضا من 250 مليون دولار لرسوم الخدمة لإدخال الفورجي ومع ذلك ما زالت هذه الشركة تروح مكانها لصالح من تم الاستحواذ على قطاع الصلاة لا 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 المور باتت معروفة بالنسبة لي القطاع الصلاة منذ سبع سنوات وهذا القطاع عليه قبضة حديديه لا يرد له أن يحر ولا يرد له أن يدار بصورة مؤسسية يعني معروف أن قطاع الصلاة كما قلت لك إلى عام 2000 كان قطاع هو القطاع الأول على مستوى الوطن العربي من ناحية التطوير بعد أن دخل النافذ حاولة الاستحواذ على هذا القطاع بدأ يعني النافذون يعني يتصورون أن قطاع الصلاة عبارة عن مضبعات صلاة وفعلا يعني إرادة صلاة كبيرة لكن يعني يقدم الجانب الوطني والجانب الخدمي قدم خدمة مقابل هذا الزلاة الأخوة الإشكالية أنت لما تريد يعني أنت لما تكون تدير دولة بعقلية تتاجر وفي نفس الوقت أنت يعني ليس لديك الخبرة الفنية أو الإدارية لإدارة مثل هذه القطاعات أن تريدها أو أن تديرها وتشغلها بأدوات فاكل لن تستطيع نحن لدينا في مجال الصلاة يعني أعرف زملاء وخبراء وعلماء في مجال الصلاة لكنهم يريدون أن يصنعون يعني فنين على هوا والتالي لن يستطيعوا أن يخطوا خطوة واحدة ما لم يكن هناك إرادة شعبية لتحيير هذا القطاع وأيضا لاستثماره بطريقها صحيحة لأنه معروف أنه قطاع الاتصالات يا عزيزي هو قطاع سيادي ملك الجمهورية اليمنية لأنه في العالم كلها الاتصالات تعتبر يعني قطاع سيادي لكن لا يمنع ذلك أنه نفتح المجال لأكثر من جهة ويعني موضوع المستثمرين بحيث أنه يتنافس الناس على تقديم الخدمة بصورة أفضل ومع ذلك يبقى المتحكم في قطاع الاتصالات بشكل عام هي الجمهورية اليمنية وحكومة الجمهورية اليمنية وهذا ما نعول عليه والحقيقة نقول لك في كثير من مشاكل في لقاء سابق أنه من يملك العصر السحرية في حل كثير من مشاكل هو الأخر رأس الجمهوري هو من يستطيع أن يقلم أظافر هؤلاء النافدين وأقول لك أنه من الكاليات الكبيرة التي نعانيها في الحكومة الشرعية من وجهة نظرية هو وصول تجار إلى مكان صناعة القرار سخروا مناصبهم في سبيل تحقيق مصالحهم على حساب المصرح العام وهذه كارثة لن يستطيع أن يحلها إلا شخص الأخر رأس الجمهوري الذي نتمنى عليه أن يكون هناك أداء أفضل خصوصا بعدها التي حصلت والدماء التي نزفت بسبب مضوء الصالة وما زالت نعم إذن دعنا نذهب إلى فاصل قصير مهندس فاصل قصير مشاهدنا الكرام ثم نعود فابقوا معنا ودنا لكم مشاهدنا الكرام مجددا بش مهندس أرحبك من جديد هل سيبقى الشعب اليمني رهينة لهؤلاء المبتزين سواء كانوا في الميليشيات الحوثية أم في الحكومة الشرعية بكل سأكيد لن يبقى الشعب اليمني رهينة لأي أحد معروف المجتمعات دائما كل من يحاول أن يعرق لها هو فقط يعبث معها يعني ولا في نهاية المطاف الشعب اليمني سيتجاوز الجميع ولا بد أن 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 يبحث عن حلول أخرى يعني الشعب اليمني صبور صحيح أنه صبور في مجات كثيرة لكن إذا تفعل كنا أنا أعتقد أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي إذن هذه الممارسات الميليشيوية التي تمرسها مليشيات الحوثية في موضع الصلاة خصوصا ولا أدل على ذلك من منهضة هذا المشروع لمدة سبع سنوات يعني ورغم شحة الإمكانيات الناس يواجهون هذه الميليشيات بكل ما يستطيعون من القوة حتى في مناطق سيطرتها ومن نسبة أنا لا أستبعد أن الميليشيات يكون من أسباب يعني تأخير صلاح الإنترنت يعني تريد أن تقطع التواصل بين من هم موجودين في الجبهة الداخلية عند الحوثية وبين من هم موجودين في المناطق الشرعية يعني تريد أن تجس النبض وأيضا تريد أن ترى الحالة العامة لكن مع ذلك كل إرادة الشعوب هي من إرادة الله سبحانه وتعالى وبالتأكيد هذه الإرادة لن تقهر والشعب اليمني يعني قادر على أن يحر أرضه ويحرر أيضا اتصالاته نعم ما خطورة استمرار هذا القطاع الهام مع الميليشيات الحوثية في الفترة القادمة الخطورة كبيرة وهي إطالة أمد الحرب ومنح هذه الميليشيات أكسوجين الحياة لمواصرة حربها وقتلها للشعب اليمني أنت تتكلم عن إرادات يعني في اليوم الواحد حسب منظمة دولية لأورد هذا التقرير يعني ثلاثة مليون دولار يعني تخيل ثلاثة وتسعمية واربعة وتسعين يعني قرابة أربعة قرابة ثلاثة مليار ريال تذهب إلى خزينة الحوثي هذه الأموال ستقاتل به الحوثي إلى يوم القيام وبالتالي حتى نحتاج إلى إرادة صلبة ومن خلالكم نحن نوجه أيضا رسالة للأخوة في التحالف حكمون شركاء معنا في هذه المعركة أن يساعدون على تحيير هذا القطاع من قبضة التجار الموجودين في مؤسسة الرئاسة وأيضا يحرها من قبضة الميليشيات من خلال إيجاد بديل موازي وبناسبة الإمكانيات وأعتقد التنديد موجودة الآن لدينا كيبل بحري عفوا كيبل بري اللي هو عن طريق منفذ الوديعة جاهز لكنه معطل لم يعمل حتى الآن أعتقد الإشكاليات الفنية بسيطة فيه يمكن من خلاله أن يمد المناطق المحررة بما فيها محافظات مأرب وأن يكون لدينا بوابة إنترنت نصدع من خلالها تقديم الخدمة للمحافظات المحررة وبالتالي قطع شرائيين أو أوصال هذه الميليشيات من خلال حرمانها من الموارد المالية وحرمانها أيضا من الموارد الأمنية والاستخبارات التي استخدمها في قتلها للشعب اليمني وأيضا حتى تسيير الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة إلى المملكة وأيضا مؤخرا إلى الإمارات العربية المتحدة المعركة الحقيقية يعني أو المعركة ليست معركة سلاح بل معركة معلومات معركة اتصالات وغيرها من المعركة وفي الحقيقة أنا في جانب الاتصالات ذات أنا أرى أنه من تحمل مسؤوليتها هي الحكومة الشرعية وليست الحكومة حتى ندققين هي الرئاسة اليمنية لكن الحكومة هي السلطات التنفيذية وهي يعني أي أن كان أي أن كان هناك من المعركين هي تتحمل الدور أمام المواطن اليمني لأنها هي الحكومة المسؤولة أمام المواطن لا تملك من أرادتها الشيء يعني هناك صلاحيات أكبر من صلاحيات الحكومة من الذي يعيد الحكومة وما الذي يستطيع أن يحاسب وزير الإتصالات وما الذي يستطيع أن يحاسب أصغر مسؤول إلى أكبر مسؤول في الدلم أيضا السلطة التشريعية أليس غيابها له أثر كبير يعني لا يوجد حساب ولا عقاب لهؤلاء وبالتالي يعني لا نجد أي عمل حقيقي لكل الوزارة خاصة وزارة الاتصالات يا عزيزي أنا في تقديري أنه بعض الأجوبة على بعض الأسئلة هي موجعة نقولها لك بصراحة موجعة هناك سياسة ومنهجة لتوقيف مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها البرلمان هيئة الرقابة والمحاسبة هيئة مكافحة الفساد جهاز الرقابة والمحاسبة وغيرها المساة الدستورية أريد لها التعطيل لكي تكون هناك صلاحيات مطلقة وبالتالي هذه الصلاحيات المطلقة نتج عنها فساد مطلق بما فيها الفساد المطلق الموجود لنا في قطعة الصلاة والفساد يعني في وقت الحرب أحيانا قد تضطر لنكسة الصديقة تجاوز لكن أنا نصى إلى حد الخيانة حد أن تسلم هذا السلاح اللي قاتل يقتل به 20 مليون لسانة أعتقد أنه هذا الأشياء لا يجب السكت عليها وذلك أنا من الأشخاص الذين يعاتبون في كثير من الأحيان أننا نذكر مقصرين وفاسدين بأسماعهم أنا أرى أن نحن نبدل دماء ولا يجوز أن نسكت على أشخاص معينين يريدين أن يسخروا مناصبهم لمصلحة تيارتهم على حساب دمائنا والدماء 20 مليون ومستقبلهم مثل هذا الكلام لا يجوز وبالتالي نحن معنيين وأنا دائما في هذا الإطار أنا أعول عليكم كمؤسسات إعلامية أن توضحوا للناس ماذا يضب أنا أقولها لك أن كثير من المقصرين لدينا في الحكومة اليمني أو في الرئاسة يعني أقولها على بطل لم يخافوا من الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر من خوفهم من مؤسسات الدولة التشريعية وأكثر حتى من خوفهم من الله سبحانه وتعالى الذي في نية المطاف سيحاسب الجميع يعني مثل هذه الأشياء عندنا في المناطق المحررة وخصوم في الجانب الشرعي لم يعد لدينا من سلطة نستطيع من خلالها أن حاسب المقصرين إلا السلطة الرابعية لسلطة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي نحن معانيين أن نحرك من هذه القضايا العامة حتى تحرك من أجلها الرئاسة حتى تحرك من أجلها الحكومة حتى تحرك من أجلها التحالف معركة الاتصالات معركة مفصلية لا بد من تحرير ومن تجريد هذه الميليشيات من هذه الخدمة وعلى الأقل إذا لم نستطيع أن يردها أن نوجد بديل موازي والموضوع سهل جدا كيف نجد بديل طيب أنا أعطيك أكثر من المقترحة المقترحة الأول اللي هو التفعيل تمديدات مؤسسة العامة للصالات الآن لدينا كيبل بري قادم من المملكة العربية السعودية جاهز ممدود واصل لأين واصل للوديعة واللي هو في الأراضي يمني حتى واصل إلى العبر وأيضا إلى حضر الموت ومن كم من خلالها الكيبل القادم الآن من المهرة هو يأتي من العبر بإمكانه في نقطة التقار طيب أن نربط هذا الكيبل لحام لا يأخذ ساعتين أن تلحم الشعيرات الزجاجية بعالة معينة وبالتالي يتصدع بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات السعودية وأيضا مع مدينة الملكة عبدالعزيز للتقنية أن يمدونها بمثلا خمسة جيجا نطاق عريض أو عشرة جيجا أو خمسين جيجا أو مئة جيجا يمكن من خلال هذه الساعات أن نغطط المناطق المحرة بالكامل يعني في ظرف أسبوع والخدمة جاهزة وحتى إذا ما فيش معنى بوابة يمنية موجودة ممكن أن نستعلم بوابة التصالات السعودية ما هي المشكلة حتى نجيد بديل وممكن أن نستأجر منهم وفي نفس الوقت ممكن نفتح التباب الاستثمار لدينا أيضا كابل بري قادم من سلطرة عمان لمكانها الاستفادة منها لدينا أيضا كابل بري قادم عن طريق منفذ الطوال وغيرها من المنافذ لدينا أيضا الآن شركات قادمة تريد أن تقدم خدمة الانترنت عن طريق الفضاء مثل شركة ستارلينك قادمة بقوة والخطوط أيضا فيها سرقة الخطة الواحد إلى 150 ميجابيت بير ساكن لماذا لا تفتح الحكومة اليمنية خط مع مثل هذه الشركات وتقوم بالاستثمار هل قد أصبحت موجود هذه الشركة يعني مثلا في دول الجوار لا هي الآن موجودة في أمريكا موجودة في أستراليا موجودة في أوروبا لم تصري المنطقة بعد وكان مفروض تبدأ في شهر ثمانية من العام الماضي لكن لا أدري ما هي الأسباب يعني حسب ما وردني معلومات أنا تنوي أن تبدأ في المنطقة العربية من بداية العام 2023 لكن لو يكون هناك تنسيق وترتيب مع مثل هذه الشركات أي خصوصا عندنا الآن حاجة يعني الحاجة عندنا الآن أكثر أو الطلب أكثر من العرض حتى لو الآن عدة الخدمة وما يزال هناك حاجة يعني أنا أستطيع أقول لك أنه أكثر من 60% من طلبات الإنترنت مما يحتاجه للشعب اليمني لم تستطيع يمنت ولا أيضا المنشيات الحوذية أن تفرؤ ولا أيضا حتى الحكومة الشرعية خاصة في المناطق المحررة يعني مثلا في مارب أعتقد أنه يعني لا يتوفر من نقطة الإنترنت الأقل من 20% من الطلبة عليها بالضبط يعني هذه شركة أمريكية لماذا مثلا وزارة الخارجية اليمنية عن طريقة وزارة الاتصالات يتم التنسيق مع مثلا مع الجانب الأمريكي والتواصل مع مثل هذه الشركية مجرد تحريك أقمار صناعية وتقطي المنطقة تقطي مثلا الأليمن بكم قمر صناعي يعني مثلا الخمسين قمر صناعي الآن هم قررين أن يطلقوا يعني بحلول 2027 ما يقارب 80 ألف قمر صناعي عندهم الآن في الفضاء حوالى 10 ألف قمر صناعي ممكن أن يغطوا أليمن بالاتصالات وممكن أن يغطوها حتى بالإنترنت وبالتالي نسحب البصاد من تحت هذه المنشيات بكل سورة الموضوع يحتاج إلى حركة يا أستاذ وإلى ديناميكية وإلى عزم ودائما يقول الحاجة وأم الاختراح الحاجة ماسة لكن من أمن العقوبة أسألت هذا هو الحاصل عندنا نحتاج إلى ضغط شعبي في هذا الجانب حتى نستطيع أن نوجد الخدمة طيب ماذا عن الكابلات البحرية هل بالإمكان يعني الرابط من الكابلات البحرية من غير الحديدة في منطقة لدى الشرعية يعني مثلا وهي ربما أسهل أقصد يعني يعني لمن طالب الحكومة يحركوا خمسين قامر صناعي لفوق اليمن هذا وهما لم يتحركوا أصلا يعني في الأشياء البسيطة شوف في جانب القامر الصناعي لجهة الحكومة وإنما التنسيق مع إدارة هذه الشركة وغراءها بجانب الاستثمار و بجانب المال لأنه الناس كلهم سيتوجهون إلى استخدام هذه الأقمار الصناعية لأنه لا توجد خدمة أساسا أنت سألتني سؤال مهم في جانب الاستخدام الكابلات البحرية أنا سبق وذكرت لك في بداية كلامي أنه لدينا الآن ما يقارب 18 كابل بحري اللي يتمر من المياه الإقليمية اليمنية منها تقريبا من 8 إلى 9 كابلات فعالة ومنها تقريبا 7 أو 8 كابلات تحت الإنشاء بعضها تتبع شركات عالمية كبيرة من جوجل وفيسبوك وغيرها من الشركات يعني على سبيل المثال عندنا في مارب أتدري يا عزيزي أنه الآن مع خط الأنبوب هذا خط الأنبوب الغاز اللي يذهب من صافر إلى بالحف لدينا كابل بحري ممدود هذه المسافة كلها حوالة 250 كيلو لم يتم استفادة منها لم توقف هذا الكابل كابل بحري إنترنت كابل بري كابل بري يعني أليف ضائية طبعا حتى نفرق بين الكابل البحري والكابل البري البري نسميه أرموت يجي مغلف بمادة نحاسية وبالتالي دخل مجموعة من الكرات هذا الكابل جاهز هذا طبعا في التمديدات اللي يأخذ وقت وأيضا يأخذ مال هي الحفر الحفر والدفر أما بالنسبة للكابلات ليست مرتفعة نتكلم عن الكابل الكيلو متر الواحد الكابل البري تدري كم سعرها أستاذي لا يتجاوز 25 دولار الكيلو 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 متر يعني ألف متر اللي ممكن أن تمده مثلا من هنا إلى مفرق حديد لا يتجاوز 25 دولار لكن أعمال الحفر هي أحيانا تكون شكوية مكلبة يعني الآن لو نفكر مثلا هنا في مارم لماذا لا يتم تفعيل هذا الكابل من صافر إلى من نقب الحاف طبعا المسافة بين نقب الحاف وأقرب كابل البحري أربعين كيلو متر طبعا أقرب كابل البحري اللي يتبع الاتصالات المصرية كابل اسمه مي مي يتبع الوزارة الاتصالات المصرية لماذا لا تقوم الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الأخوة المصريين وهم أيضا دعمي لنا في هذه المعركة ومن ضمن الحلفاء وأيضا في نفس الوقت وممكن استجرونهم ساعات يعني وممكن ويفتح المجال والاستثمار لمثلا الوزارة الاتصالات المصرية تعزز الحكومة اليمنية والمناطق الشرعية بالإنترنت فأنا أقصد الحلول المتاحة في مجال الاتصالات وأيضا حلول خلاقة في أكثر نتخلم عن حلول أرضية وعن حلول فضائية فالحاجة دائما أم الإختراع نحتاج إلى ديناميكية وحركة وقبل ذلك نحتاج إلى أن نقطع أذرع المتربصين بالسيطرة على قطاع الصلاة لأنه من يوم من الأيام كنا القطاع الأول على مستوى المنطقة العربية الآن ليس على منطقة العربية نحن الأسوأ نحن الأسوأ على مستوى العالم بسبب جشاعة المسؤولين الذين يدين استحوات على هذا القطاع وهو قطاع سيادي المفترض اللا يملكه إلا الحكومة اليمنية بش مهندس أنت قدمت الآن مجموعة من المقتلحات للحلول أخيرا رسالة للجهة المقتصائية كانت يعني رسالة يعني مناشدة طلب مواجهة صريحة يعني مثلا ما الذي يجب والله عزيزي أنا رسالة أولى أوجهها لأخ رئيس الجمهورية الرأخ رئيس الجمهورية هو الرئيس الشرعي المنتخب الذي يعني يحترمه الداخل والخارج ومن في مقدمه تشعب اليمن مسؤولي تحييئ الصلاة هي الرجل المعني الأول بتحييئ هذا القطاع هو رئيس الجمهورية لأنه إذا استطاع أن يقلم أظافر النافذين في مؤسسة الرئاسة الذين يريدون الصدو على هذا القطاع فأنا أعتقد الحلو ستكون مجدية فالكرة في مرمى رئيس الجمهورية الرسالة الثانية أنا أوجهها للأخوة في أعضاء مجلس النواب اللي هو مجلس النواب الذين منحهم الناس أصواتهم وهذه الفترة كلها وهم صامتون عن مثل هذا الملف أن يتحركوا إذا لم يتحرك رئيس الجمهورية عليهم أن يتحركوا وأن يطالبوا فتح ملف تحقيق شفاف في موضوع الإتصالات لماذا السكوت عن ملف الإتصالات منذ سبع سنوات لأن الموضوع لم يعد موضوع فساد هناك أبطال قافلة من الشهداء راحوا ضحية هذا القطاع وفي نفس الوقت هذا القطاع أصبح المتنفس أو الأكسجين لهذه الميشيات أن تواصل حربها للشعب اليمني لا بد أن يفتح ملف تحقيق في هذا الإطار أو على الأقل أن يضغطوا بكل قوتهم لإيجاد قطاع موازي في المناطق المحرة لحالات مثل هذه الإشكالية الرسالة الثالثة أنا أوجهها لكم أنتم كإعلاميين والأخوة النشطاء على موضوع التواصل الاجتماعي أن يجعلوا من قضية الإتصالات قضية رأي عام عارمة توصل إلى الحكومة الشرعية وإلى رئيس الجمهورية والأخوة في التحارف العربي وأيضا حتى إلى منظمات الدولية لأن هذا القطاع قطاع مدني تم عسكرته من قبل هذه الميشيات وأزهقت من خلاله آلاف الأرواح سواء كجانب استهداف مباشر أو كجانب مورد سخر في مجالات عسكرية وكان المفترض أن يسخر في مجالات تنمية البلاد وتعليم الناس وتطوير البلد نعم المهندس رائد الثابتي مهندس الاتصالات وعضوها التدريس في جامعة إقليم سبا شكرا جزيلا لك على ما تفضلت بك عياكم الله شكرا لكم شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على كرام المتابعة نلقاكم في حلقة جديدة من حديث العاشرة دمتم ودم الوطن بألف خير ترجمة نانسي قنقر